نشرت صحيفة الشرق الأوسط دلائل مدعمة بوثائق عن تورط الدوحة في إشعال حرب على الحدود الجنوبية للسعودية عام 2009 وتحدثت الصحيفة عن مؤامرة شاركت فيها قطر كل من إيران وميليشيات حزب الله والحوثيين في إشعال الحرب وذلك بحسب وثائق مسربة من إرشيف المخلوع الصالح الاستخباراتي وتتحدث الوثائق عن علاقة قطر بالميليشيات الحوثية في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2013 وما دار في ملف صعدة وتدخلات قطر وإيران وحزب الله والأموال التي قدمتها الدوحة للحوثي تحت غطاء إعمار صعدة كما تطرقت الوثائق إلى الوساطة القطرية في الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين الحوثيين في سجون المخلوع هذا وأكد سياسيون يمنيون أن قطر دعمت سراً الحوثيين منذ مطلع الألفية أي قبل حروب صعدة بأربع سنوات وأخذ الدعم بعدها أخذ الدعم بعدها شكلاً ثابتاً قدر بمائة ألف دولار تسلم إلى القيادي الحوثي يحيى قاسم عواضة تسلم إلى القيادي الحوثيين شكرا